يكمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ومعه القوات العراقية المشتركة استعداداتهم لإطلاق مرحلة تحرير الموصل من قبضة التنظيم التي يمكن أن تبدأ في تشرين أول أكتوبر على أمل استعادة المدينة قبل نهاية السنة وتفيد آخر التقديرات التي وزعتها وزارة الدفاع الأمريكية أن ما بين 3000 و 4500 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية موجودون في الموصل في الوقت الراهن وبدورها تقوم الولايات المتحدة بتحضيراتها فقد وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إرسال حوالي 600 جندي إضافي إلى العراق بالإضافة إلى 4600 جندي موجودين في البلد بهدف تقوية القدرات اللوجستية للجيش العراقي وخصوصا في قاعدة الأسد الجوية الكبيرة في محافظة الأنبار ومن الجانب الفرنسي بشرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مشاركتها في العمليات العسكرية ضد التنظيم من شرق البحر المتوسط كما نشر الجيش الفرنسي أيضا أربعة مدافع من نوع سيزار التي يبلغ مداها 40 كم في قاعدة القيارة الجوية التي استعيدت من داعش أواخر أب أغسطس والهدف من ذلك هو المساهمة في حصار المدينة كما أعلن وزير الدفاع الفرنسي كما ينتشر نحو 500 جندي فرنسي في العراق وهم يطلعون بدور استشاري لدى البشمرك في الشمال أو يقومون بتدريب وحدات النخبة العراقية في بغداد ومن المقرر أن تشارك قوات البشمرك إضافة إلى كتائب من الحشد الشعبي في معركة الموصل لكن من دون أن تدخل المدينة وهو أمر تأمل واشنطن تجنبه وبالإضافة إلى الجوانب العسكرية تطرح معركة الموصل تحديا إنسانيا تعمل الأمم المتحدة على معالجته وقد أقامت المفوضية العليا للاجئين حتى الآن مخيمات تحسبا لهذا التهجير الجماعي لكنها تحتاج إلى أراضي وأموال ووقت لبناء مخيمات أخرى